الى الجلفة الان حيث يعتبر الشاعر عزوز عقيل من بلدية عين والسارة بالجلفة واحد او واحدا من الشعراء والكتاب الذين شرفوا الجزائر في المحافل الدولية من خلال مشاركاته في ملتقياتنا شعرية وحصده للعديد من الجوائز الشرقني وزارت هذا الشاعر وعادت بهذا التقرير يا شاك الشاعر منذ نعومة اظافره تمر السنين ويصبح عزوز عقيل ابن مدينة عين والسارة احد كبار الشعاراء في جزائر يجعل من نفسه سفيرا للحرف والكلمة ويجب العديد من الدول العربية سبق لي وان مثلت الجزائر في الامارات العربية المتحدة في تونس وفي مصر مؤخرة كلمته وشعره المتزن مكنه من حصد العديد من الجوائز الوطنية وحتى العربية وفرض اسمه في سماء الشعر والكتاب سبق لي الفوز بعدد كبير من الجوائز الوطنية كما سبق لي الفوز بجائزة الاستحقاق الادبي بلبنان ثلاث جوائز او اربعة في مصر ومن بينهم السنة الماضية الجائزة الاولى في الشاعر في مهرجان قلم الحر مؤلفات كثيرة دعم بها الشاعر عزوز عقيل مكتبات الجزائر من بينها مندل العشق ومجموعة الافعاء وغيرها من المؤلفات مجموعة مندل العشق في طبعتين في طبعة الاولى السنة الفين وطبعة ثانية في سنة الفين وعشرة كذلك مجموعة الافعاء في طبعتين طبعة الاولى السنة الفين وسبعة في اطار السنة الثقافية وطبعة ثانية طبعت في مصر مؤخرا كما لي مجموعة اخرى ايضا وهي عبارة عن انطولوجيا بعنوان عين مسارة المدينة والابداع يا اخر الليل توقف كي لا تراني العيون يا اخر الصمت اصرخ كي انتفذ من اخر العمر مختطفات من نص للكاتب عزوز عقيل بعنوان اخر الاشياء لكن في وجدانه اشياء اخرى قد يذكرها في نصوصه القادمة ترجمة نانسي قنقر